بيعتبر معدن الروديوم أغلى المعادن على وجه الأرض وسعره أغلى من الدهب خمس مرات وكمان مش بيتفاعل لا مع الميا ولا الهوى وما بيفقدش بريقه مهما مر عليه الزمن علشان كده بيستعمل في صناعة المجوهرات فإيه هو المعدن ده وإيه سبب الإقبال عليه في السنوات الأخيرة ده اللي هنعرفه مع بعض خليكم معنا بيعتبر الروديوم من أندر العناصر المعدنية في الطبيعة واحد من ست عناصر معدنية في مجموعة البلاتين وبيتصنف من بين العناصر النبيلة في علم الكيميا وده لأنه ما بيتفعلش بسهولة مع الأكسوجين علشان كده بيقاوم عوامل الأكسادة والتآكل وتم اكتشافه لأول مرة سنة 1803 على يد الكيمياء الإنجليزي ويليام هايد ويلسون ومن مميزات المعدن ده أنه أقل كثافة من البلاتين وليه درجة ذوبان أعلى وما بيتفعلش مع المية ولا الهوى حتى في درجات حرارة عالية جدا بتفوق الـ 500 درجة مئوية فبيجعل منه أو بيجعل منه مادة ممتازة بتدخل في الخلائط المعدنية المخصصة للطائرات والمركبات الفضائية الروديوم بيستخدم بشكل كبير في الأجهزة المخصصة لتقنية وتنظيف عوادم السيارات وبيستخدم كتير مع عناصر أخرى كالبلاتين والبلاديوم وبتخفف العناصر دي من كميات أكسيد النتروجين الصادر عن عوادم السيارات وبيعتبر الروديوم من بين أفضل المعدن اللي ما بتتأثرش بالرطوبة وما بتفقدش برقها علشان كده بيستعمل في صناعة المجوهرات وصناعة المرايا ومصابيح السيارات والعواكس الضوئية وكمان بتوجد بعض الاستخدامات الأخرى لهذا المعدن النفيس فبيدخل في تصنيع بعض الأدوات والمعدات الطبية والكهربائية والإلكترونية وتصنيع بعض أجزاء الساعات الفاخرة وبيوصل سعر أنصة الروديوم لـ 14 ألف دولار أما البلاتينيوم فيبلغ سعره 959 دولار للأنصة وأنصة البلاديوم سعرها 1866 دولار بينما سعر أنصة الذهب هو 1783 دولار علشان كده الروديوم بيعتبر هو أغلى المعدن على وجه الأرض وغلاء سعر الروديوم بيرجع إلى أنه مش موجود كتير في الطبيعة وبسبب كثرة الحاجة إليه عالميا لأنه كمان بيستخدم في تصنيع السيارات الروديوم مش بيكون في الطبيعة بشكله النقي لكن بيكون على صورة جزيئات بعد عمليات تكرير للبلاتين والنحاس والنيكل وبيكون منتج ثانوي ضئيل الحجم الحقيقة لو بتفكر في البحث عن الروديوم فأول مكان لازم تروح له هو دول جنوب أفريقيا اللي بتعتبر من أكتر الأماكن اللي بيكون فيها الروديوم وكمان ممكن تلاقيه في رمال أنهار أمريكا الشمالية والجنوبية وفي مدينة أونتاريو في كندا ضمن خام النحاس والنيكل نشكر حضراتكم جدا على حسن المتابعة كنت معاكم أنا رائد حاكم في أمان الله اشتركوا في القناة